عندما نتحدث عن بريطانيا نحن لا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث اليوم عن بريطانيا بريطانيا في حقيقة الأمر تبدو مستثمرة كثيرا تجاه جماعة الحوثي في اليمن مقارنة بحزب الله اللبناني على سبيل المثال مقارنة بإيران نفسها مقارنة بالهجمات التي تقوم بها الفصائل المسلحة المقربة من إيران على مستشارية التحالف الدولي إن كانوا في العراق وإن كانوا في سوريا تبدو بريطانيا في الفترة الأخيرة وكأنها هي التي تريد قيادة الهجمات على جماعة الحوثي تصريحات من وزير الدفاع البريطاني حديث للبرلمان البريطاني العامل البريطاني هنا على جماعة الحوثي كيف تقارنه مع العامل الأمريكي؟ حقيقة هما تكملان بعضهم البعض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما مرتبطتان ارتباطا وطيضا من حيث الأمن البحري ومحاربة الإرهاب والأمن الدولي وكثير من المصالح الأمنية مشتركة بينهما وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ولكن في هذه الحالة فإن المملكة المتحدة ربما لديهم نقاط الأساسية التي ينبغي أن يقلق عليها وهي مضيق جبل طارق ولكن أعتقد وإن كنت لست بخبير في السياسة الخارجية البريطانية ولكن بإمكاني أن أرى صلة ما بين شركات التأمين والبعد الاقتصادي أيضا مع المملكة المتحدة بجانب الروابط الأمنية التي تربطهم مع الولايات المتحدة وكذلك المملكة المتحدة لديها أحد أقوى قوات البحرية في العالم ومع الولايات المتحدة فهما يكملان بعضهم البعض في هذه المهمة في العالم اشتركوا في القناة